وجه رئيس عبد الفتح السيسي بالاستمرار في تعزيز الإصلاحات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية وتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وتوزيع هيكله الإنتاجية وتوفير الفرص الواعدة لجذب الاستثمارات وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين وجه الرئيس السيسي بمواصلة التعامل المكثف بين الحكومة والقطاع الخاص في إطار مبادرات خفض أسعار السلع الأساسية وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ وذلك بهدف التخفيف عن أعباء المواطنين اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة والدكتور هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمد معيط وزير المالية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات مجمل آداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية وتطورات تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية كما اطلع السيد الرئيس على أهم المستهدفات الاقتصادية وجهود التعاون في هذا الصدد مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بالاستمرار في تعزيز الإصلاحات المتعلقة بالسياسات المالية والنقضية وتعظيم دور القطع الخاص في عملية التنمية في إطار جهود الدولة لتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وتنوع هيكله الإنتاجية وتوفير الفرص الواعدة لجذب الاستثمارات بما يسهم في زيادة فرص العمل ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي كما وجه السيد الرئيس بمواصلة التعاون المكثف بين الحكومة والقطع الخاص في إطار مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ بهدف التخفيف من أعباء المواطنين ترجمة نانسي قنقر